وجهتان نظر لموضوع واحد في أغورا جدار برلين كان حتما سينهار فهو حدث كان متوقعا منذ إنشائه لأنهم أغفلوا إقامة أبواب لهذا الجدار كما يبدو فهذا الجدار لم يكن جديرا بالبقاء ولكن عند انهياره هناك من أصيب بالدهشة أو الإحراج فتخلوا عن الاشتراكية هذا واقع يجب الاعتراف به أنا شخصيا لست نادما لأن الأنظمة الاشتراكية انهارت من الداخل العديد من الناس وخاصة من القيادات الحزبية اعترفوا بعدم صلاحية الطرق القديمة ولكن في سياق عملية الوحدة الألمانية حصلت عدة أخطاء محددة أنا دائما أقول ذلك فعملية الوحدة كانت يجب أن تتم بطريقة أفضل هذا لا يعني أن الوحدة لم تكن ضرورية على العكس أنا وزملائي في حركة اليسار نعتبر سقوط جدار برلين قد منحنا أمكانيات وفرص جديدة حسنا أنا لم أكن مطلعة على ما يحدث في الطرف الآخر من الحدود الشرقية مع أنني نشأت في بلدة بالقرب من الحدود داخل ألمانيا الغربية المنطقة الحدودية كما كنا نطلق عليها بالنسبة لي سقوط جدار برلين كان نهوضا للحرية كما أن بلاد ألمانيا أصبحت من جديد كبيرة وامتدت شرقا ضمن حدودها الطبيعية ولكن ما يثير دهشتي حقا هو أننا وبعد عشرين سنة على سقوط جدار برلين نواجه تزويرا تاريخيا رهيبا هذا التزوير يحاول إثبات أن الحياة داخل ألمانيا الشرقية كانت أفضل من الآن بعد الوحدة وهذا يقودني للعودة إلى الواقعية عند النقاشات مع حزبكم لأن مزايا التقدم والتحرر في نظام ديمقراطي منفتح هي أمور أساسية بالنسبة لنا أنا على يقين أننا في هذه النقطة لسنا على اختلاف كبير لكن يبدو أننا نرى التاريخ من وجهتين نظر مختلفتين بعض الشيء وهذا بسبب الاختلاف الثقافي بيننا أثناء تجربة الانقسام أنا شخصيا لا أحن للعودة إلى زمن ألمانيا الشرقية المشكلة ليست هنا أعتقد وللأسف أننا في ألمانيا لدينا مشكلة أهم وهي أننا نشاهد الحقائق والتاريخ بمنظار الأبيض أو الأسود وعلينا أن لا نتجاهل أمورا كانت جيدة في ألمانيا الشرقية ونستفيد منها كنظام التعليم مثلا ولكن ليس للجميع فكما نعرف كان هناك من يتعرض للاستبعاد من التعليم يمكن أن السياسة كانت هي السبب وهذا تصرف خاطئ أنا لم أستبعد أي طالب بسبب معتقداته قد تكون أنت حالة خاصة سيد بيسكي أنا أعرف بعض طلابك أنا فقط إنسان يساري مبادئ اليسارية تملي علي أن تصرف بهذا الشكل إنها أفكار الاشتراكية صحيحة ولكن هذه قصة أخرى إذا نظرنا بموضوعية إلى تجربة ألمانيا الاشتراكية ستقتنعين أن الشعب هناك كان يتمتع بنظام تعليمي جيد الفصل من الدراسة على أساس المواقف السياسية تصرف غير مقبول وهذا ما ساعد على تشويه سمعة الاشتراكية أريد أن أوضح أيضا أننا لسنا قوة سياسية تحن إلى الأفكار القديمة كما تحاول بعض وسائل الإعلام إظهارنا حسنا إذا أرجعنا ذلك ضمن المنظور الأوروبي حاليا أنا واثقة بأن الشيء الهام لليسار ولي كممثل عن جماعة الخضر أيضا هو إعادة صياغة الأهداف في المستقبل القريب بما يتناسب مع قضايا الساعة اليومية للمواطن هنا في بروكسل تناقشت مع جهات يسارية أوروبية عدة مرات وللأسف كانوا يتحدثون أحيانا من منظور طويل الأمد وعندما أوجه لهم أسئلة تتعلق بقضايا ملحة وعاجلة كانوا يتهربون من الإجابة خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وضرورة إيجاد إجراءات عملية للحد من الإنبعاثات نظريا أنتم في اليسار تناصرون حقوق الإنسان ولكن عمليا تعتمدون سياسة الانتقاء لاستثناء بعض المناطق في العالم أي أنكم نظريا قريبين مننا وعندما يتعلق الأمر بالتطبيق تحتكمون أحيانا إلى إيديولوجيتكم القديمة لا 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 أعتقد ذلك الموضوع ليس إيديولوجيا قديمة ولا شيء حتى قريب منها الاتحاد السوفيتي لم يعد موجودا ونحن نتحدث بحرية عن روسيا وعن بوتن أنا واثق أننا لا نرتبط الآن بأي من الإمبراطوريات العالمية السابقة الأنظمة الاشتراكية انهارت وأنا واليسار الألماني لا نشعر بأي ندم إعادة الذاكرة إلى تجربة ألمانيا الاشتراكية تختلف من حالة إلى أخرى وهذه حقيقة ويوجد أيضا أوصات من النوع الذي ذكرتي الذين يحنون إلى ماضي ألمانيا شرقية لكنهم ليسوا بالضرورة من اليسار كان عدد أعضاء الحزب الاشتراكي الألماني الموحد أكثر من مليوني منتسب الآن نحن في الحزب اليساري فقط أربعة بالمئة من هذا العدد نعم أعتقد أن القوى اليسارية يجب أن تركز الآن وبشكل واضح على انتهاج سياسة الديمقراطية والحرية والدفاع عن قوانين النظام الحالي وعدم المطالبة بالرجوع إلى الأنظمة القديمة أنا أرى أن أغلب الأحزاب اليسارية في أوروبا تعتبر نفسها وريثة للأحزاب الشيوعية السابقة ما عدا حزبكم أيها السيد بيسكي مع أن هذا ليس حكما مطلقا أيضا بطبيعة الحال فاليسار يحتوي على عدة تيارات وهو ليس متحدا وراء سياسة واحدة لكني أستطيع أن أذكر عدة نقاط يمكن أن تكون مشتركة لتوحيد اليسار الأوروبي أولها توحيد الرؤية في مجال السياسة الخارجية ووضع حد لسياسات التدخل العسكري ثانيا تحقيق العدالة الاجتماعية لدول القارة وثالثا المطالبة بالمزيد من الديمقراطية المباشرة والتخلي عن الكلمات النظرية لصالح معالجة قضايا الحياة اليومية للناس أن يجب علينا وضع عدة أهداف مباشرة تساهم بزيادة قواعدنا الشعبية بالنسبة لي من الطبيعي أن يساهم توسيع الاتحاد الأوروبي بفتح أفاق جديدة لسياسة مجموعة الخضر فالسياسة البيئية الخضراء موجهة الآن إلى دول الاتحاد لكننا نطمح أن تمتد من أجل التكامل مع باقي دول مجلس الأوروبي أنا مقتنعة أن تحقيق السلم والعدل على كوكبنا أمور قابلة للتحقيق من خلال الوفاق والتعاون الدولي نحن نريد أن نخرج من أطر المناقشات العقيمة حول شكل العدالة فالعدالة لا تتجزأ نحن الأحزاب الخضر نجد أننا قوة محركة لتحقيق هذه الأهداف أينها محركة لتحقيق أينها محركة لتحقيق اشتركوا في القناة